ونبقى في بغداد وينضم إلينا منها مراسلنا أيضا مصطفى القطان مصطفى ماذا لديك من معلومات إذن عن ما سرب من ملامح تشكيلة الحكومية التي انتهى منها أو انتهى من بعضها عادل عبد المهدي طبعا مع دخول الفترة الزمنية المنوحة لرئيس الوزراء المكلف بحسب الدستور المرحلة الأخيرة يقترب عادل عبد المهدي من إكمال حقائبي الوزارية والتوليف الوزارية بشكل كامل بعد نقاشات مضنية ومراثونية مع جميع الأحزاب الكتل السياسية المنخرطة فيها العملية السياسية والتي تمكنت من الوصول إلى البرلمان وهناك أنباء شبه مؤكدة من قبل أطراف مقربة جدا من عادل عبد المهدي بأن رئيس الوزراء المكلف قد تمكن من حسم 18 وزارة من أصل 22 وبالتالي تبقى فقط أربع وزارات هذه الوزارات الثمانية عشر قسمت مناصفة بين كتلتي الإصلاح وكذلك البناء الإصلاح والعمار والبناء بتسع وزارات لكل منهما إضافة إلى وزارات أربعة المتبقية هي طبعا الوزارات التي من المتوقع أن تكون ممنوحة لأكراد باعتبار أن الأكراد حتى هذه اللحظة لا يزال بينهم خلاف داخل كردي كردي هناك في أقنم كردستان العراق حول من يتسنم هذه المناصب خصوصا وأن إحدى هذه المناصب هي وزارة أو هذه الوزارات وزارة سيادية وبالتالي الخلاف محتد بين الأكراد على هذا الأساس لكن التوقعات جميعها تشير إلى أن عادل عبد المهدي سوف يتمكن من الإعلان عن كابنته الوزارية في الموعد المحدد والذي هو طبعا سوف يكون يوم الأربعاء المقبل من الأسبوع المقبل وبالتالي سوف يلتزم بالمدة الدستورية الممنوحة له من البرلمان وكذلك بضمن السياقات الدستورية وسوف تكون هذه المرحلة بالتالي تحصيل حاصل وسوف يتمكن أيضا الأكراد من تجاوز خلافاتهم أو الخضوع للضغوطات التي طبعا تسليطها الكتل الأخرى على الأكراد من أجل اللحاق بركب الكتل السياسية الأخرى التي قدمت مرشحيها ضمن الكامل الوزاري لعادل عبد المهدي أيضا من المعلومات المتفرة لدينا أن الكتل أو القوى السنية المنخرطة ضمن تحالفي الإصلاح وكذلك البناء سوف تكون لهم أكثر من أربع وزارات ربما تكون إحدى هذه الوزارات وزارة سيادية وبالتالي سوف يكون هناك تمثيل جيد القوى السنية في الحكومة المقبلة الخمس عشرة وزارة التي انتهى منها مصطفى ماذا لديك من معلومات بشأن ما إذا كان فيها وزارة سيادية وهل بالفعل فيها عدد كبير من المستقلين أم هو تكنقراط حزبي كما يقال نعم طبعا المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة بأن هناك وزارات سيادية بطبيعة الحال قد حسم أمرها لكن هناك أكثر من وزارة سيادية كذلك لم يحسن أمرها حتى هذه اللحظة باعتبار أن هذه الوزارات هي وزارات خلافية هنا نتحدث طبعا عن وزارة الدفاع وكذلك وزارة الداخلية فيما يخص طبعا الشخصيات المستقلة التي سوف تكون في الكابينة الوزارية لعادل عبد المادي هي شخصيات وزارية قدمت من قبل الأحزاب السياسية الموجدة بالبرلمانة وبالتالي سوف تتحصل هذه الشخصيات على دعم من هذه الأحزاب وسوف تكون لها قاعدة حزبية بشكل أو بآخر ولن تكون مستقلة 100% كما يريد عادل عبد المهدي أو كما أراد عادل عبد المهدي وكما طلبه أشار العراق بتقديم توليف وزارية من التكنقراط تكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة الحزبية شكرا لك مصطفى القطان مراسل الغد من بغداد